ده كلام مهم جدا النهاردة رجعت للقاهرة صبح بدر ساعة 8 بعثة المنتخب الولمبي من المغرب معها تذكرة باريس الولمبية عملوا التارجة المطلوب انت من تشريع وانت يعني بيتأمل نستفوز بالبطولة في عقر دار المنافس فكمان تتقدم ويترد منك واحد تلعب لمدة يعني ساعتين تقريبا ناقص العدد اتنين واحد نتيجة يعني مفهومة كنا نتمنى ان احنا نعديها يعني حتى لو نوصل لضربات الجزاء الترجحية ولكن في نظرة بقى لخبراء اللعبة في هذه البطولة انت عندك اتنين لعبة واحد حارس المرمة حمزة علاء احسن حارس في البطولة وابراهيم عادل احسن لاعب وابراهيم عادل احسن لاعب واربعة في التشكيل الرئيسي يعني تخيل انت اربعة وغينية اربعة والمغرب ثلاثة في التشكيل الرئيسي الاختيارات كانت اختيارات موضوعية بتبص على المشوار مش على الماتش النهائي ايه وده دليل ان انت كنت ساب انطباع في احترام شديد لأدائك ولنجومك احنا مكناش متفائلين قبل سفر هذا الفريق وانا بحب بقى ايه لما الفرق تطلع كده بغموض في هدوء اه في هدوء اول عما بنهلل بيحصل شهات حاجات من تشفى يعني وكأننا يعني يعني ما يحسد المال إلا أصحابه والرياض وكأننا تحولي الى خبير أجنابي عجوز دقن الحامرة والبشرة الشقراء وبركات الحياة عامل شغل كويس وبركات طبعا دي خبرة عميقة له ولكنه انت لما تحط بركات مع المنتخب الإلومبي لازم بيقى فيه بركات يعني ايوه طيب من ضمن المكاسب الناس بدأت تتكلم على انه عدد كبير من اللعيبة جاية لها عروض ابراهيم عادل مطلوب في أنديا بره كلام يا أستاذ ابراهيم بيحصل مع كل بطولة افتكر بطولة اللي كانت على أرضنا صفروا الفرقة بالكامل وفي الآخر ولا واحد سافر ركب الطيار فالعروض تجي لك لما يبقى فيه شيء مكتوب ورسمي طيب انت بقى بخبراتك لأنه احنا كل منتخب يعمل حاجة زي كده يبدأ الكلام على ضرورة افساح المجال شوية للاحتراف الخديم اعمل الاقتراع بتاعي ايوه والانديحة نصلي هي اللي بتتهافت انه توجده انك انت اللعيب اللي احترف فيه دوري من الدوريات المحترمة على فكرة أنا ممكن أضم الدور السعودي دلوقتي بالانفاق اللي بيحصل عليه انه يروح في دوري زي السعودي لان انت دلوقتي الدوري السعودي بيستقطب اهم لعبة العالم فأنا مش بقارن بين الدوريات اصازه فرهيب انا بقارن بين المناخ والعمل والشغل انت دلوقتي بتروح في دوري بيجيب بينزيمة وبيجيب بيجيب فاود ميسي وبيجيب رونالدو رونالدو بيجيب وبيجيب لعيبة فلما لعبتك تبقى مستهدفة مثل هذا الدوري انا اللاعيب اللي يطلعلي في مثل هذا الدوري او في اوروبا تحديدا في الدرجة الممتازة يعني او الاولى يعني ما عندهمش ممتاز احنا اللي عندنا ممتاز بس ما حيتقلك ما انت محتاج تبدأ يعني صلاح بدأ في بازل في سويس ما يعني انت ما تقوليش انا محتاج ايه ولا تيجي ديري الاندية وطبع ما تسئول عنها لكن لما تيجي تقول لي سيب لعيبتك ما تمسكش فيها اندية البطولات هتختلف عن صلاح لو كان في الاهلي او في الزمالك وربما في فيرامد ما كانش تلع خالص لانه لما طلع تلعب في تجربة تجربة احترافية كانت غمضة ما هيش نقلة كبيرة والاولين بالحس اللي عندهم ان انا ممكن اجرب فيه لسيقاتهم في قدراته انه ممكن يتطور ووصلني لايه تجربة نكحة هو واني الني انت عملت كده مع تريزي جي عملت كده مع رمضان صبحي عملت كده مع حجازي انت عملت كده مع لعيبة مهمة لكن ما تقدرش تتصرف كده باستمرار لان كل لعيب مميز عندك طبيعي منطقي انت بطل افريقيا حيجيله حيجيله عروض مش هتقدر تفرغ الفرقة كل ما الفرقة تقف على رجلاتك لكن لو انت قلتلي ايه هما تخرج حمدي فتح بس يسيبه وروح جيب بداله ومش هحسبه لك في الكوتة لما جيلك لفلان الفلاني بقى بدون اسماء خرجوا وانا هاسمح لك بعيد عن كوتة لما روح للزمالك اقول له طب ايه الميزة اللي ممكن يديها لك لو جينا مثلا نقول ان انا اخوي اجيب لعيب محترف مش في الكوتة بتاعدي انا دلوقتي طلعت ولد صغير تحت السن مش تحت السن خلينا في اللعيبة الاساسيين بتوعي خصوصا اللعيبة الدوليين اللي هتوبة مؤثرة عندي اللي تحت السن ده خلاص هتطلعوا هتطلعوا عرب بنيت البيع لو هو بروميسي طب النهار ده براهيم عادل ايه اللي يخلي بيرامدز يجمد قلبه ويخرجه لو انت قلت له ما تسيب ابراهيم وانا حدي لك واحد محترف زيادة اجنبي اجنبي فهو يشوف بقى يبيعه بطلاطة يبيعه باربعة يلعبه ويجيب واحد بواحد ونص ولا بتاعه يقدر في الحالة دي يبقى يعيش بشكل منطقي يعني انت بتدور البديل بحسي يقدر شجع النظام البديل يا ساذ ابراهيم النظام البديل وانا عايز انك انت تعودني على اللعيبة اللي بتطلع في اليدوكيشن رايت انا ما اقدرش افضل اطلع في لعيبة ها ناشئين يسيب لعيبة ببلاش يايما تيجي تقول لي عيرهم ومشيهم وعشان مصلحتهم هتعودني زاع على القل مادية عايزة قاعدة وعايزة دراسة وعايزة ان مدرب المنتخبات يقولوا رأيهم في الفكرة دي هتوقع ده مسألة مهمة المنتخب تآهل دورة باريس الأولمبية ومستر ميكالي بعد ما رجع قال طبعا لسه بدري على اختيار التلاتة اللي فوق السن الأولمبي اللي المشاركة مع المنتخب في باريس طبعا لسه بدري فقال ان احنا قدامنا سنة تقريبا نحاول خلالها نشوف ايه الافضل وطبعا تمنى ان واحد زي محمد صلاح قالك ده نجمة علامة كبيرة تمنى ان يكون موجود معنا بس اعتقد المسألة متروكة لوقتها ظروف كل واحد مش عارف مين اللي هتقلق ومين اللي انت هتحتاجه ساعته الولاد دول انت هتقول لي باتع وقعاتك مش جالهم معروض احتراف يلعابوا في اندياته معظمهم بقى يبتدي يلاقي مكان كويس في النادي بتاعهم فحتبتدي المسألة تطورهم هل انت بساعة لو طوروا بالفكر بتاع المداربين دول وصلوا الى هتقول طب انا قاعد مين واجيب له واحد يلعب عليه ما هو كويس ماشي كويس لكن وكمان حت انت هتشوف الفرق المنافسة بتاعتك دعمت بمين المجموعة بتاعتك دعمة بمين انت مش هتطنش الدعم والفرق المجموعة اللي انت هتقع فيها جايبتها دعمات قوية مرتبطة بالشوات حاجات كده ده كلام مهم النهاردة يعني محمود صابر لفت الانظار مثلا وهو ماركون خالص ما حد الشفعة بص عليه هو هو اتنقل من نجوم لبيرامد لبيرامد لكن لكن اعظن البيرامد دي بتاعتمد عليه الفترة الجاي خاصة اذا اتحسمت الامور وهو كمان حيبقى عنده اريحية انه يجرب ويريح ما الاريحية مش هاخدها الاهلي يعني الدور اللي هو اتحسم بدري الاهلي وبيرامد حيستفيدوا اللي اتنين طب حد يسمعك يقولك طب حمزة علاء ياخد فرص يلعب ازاي وقدام منه في الطبور الجنب يقول وضع خاص بس ممكن يتخلق بقى ماتشاته يعني انا متأكد انه حيبقى فيه فكر لو لو اتيحت فرصة ان الدور يبقى مستقر ربما نشوف الناس دي كلها